السلام عليكم رابع اليوم هنبدأ في درس جديد بعنوان خصائص المادة اليوم رح نتحدث عن خصائص المادة طيب هلا خلينا يا رابع نحكي انه كل اشي موجود حولنا الاثاث اللي موجود بالبيت المقعد اللي بتقعد عليه بالمدرسة السرير اللي انت بتنام عليه كل اشي كل اشي موجود حولنا بيكون فيه له حيز بياخذ حيز يعني بيشغل المكان فبالتالي شو بسميه بسميه مادة اذا كل شي حولنا بيشغل حيز او مكان بيعتبره ايش مادة الالعاب مش اخذت مكان بالمنزل او اشغلت حيز تعتبر مادة الطعام بالمطبخ مش اخذ مكان يعتبر مادة الكتب الاقلام هذا القلم مش اخذ حيز بيعتبره مادة فالمادة يا رابع هي كل شي له كتلة وحجم ويشغل حيزا كمان مر عرف المادة يا رابع هي كل شيء له كتلة وحجم ويشغل حيزا كان مرة رابع المادة عرف المادة هي كل شيء له كتلة وحجم ويشغل حيز طيب هلأ هاي المواد اللي حولنا إلها صفات مختلفة إلها شكل إلها مظهر خارجي إلها حجم إلها كتلة إلها لون صح؟ يعني مثلاً لما نحكي مثلاً حجم السريري بيختلف عن حجم الكرسي بيختلف عن حجم القلم صح؟ إذن كل المواد الموجودة حولنا إلها صفات مختلفة تمام؟ تختلف من حيث الشكل من حيث المظهر الخارجي من حيث القتلة من حيث اللون من حيث الحجم تختلف بهذه الصفات فهذه الصفات بسميها خصائص فيزيائية إيش بسميها خصائص فيزيائية فالخصائص الفيزيائية هي عبارة عن صفات المادة التي يمكنني ملاحظتها وقياس معظمها يعني أنت لما تطلع عليه بتقدر تلاحظ شو كتلةه بتقدر تلاحظ إيش حجمه بتتحكي مثلاً أنه هذا حجم كبير حجمه صغير فالخصائص الفيزيائية هي عبارة عن صفات المادة التي يمكنني ملاحظتها وقياس معظمها طبعاً الخصائص الفيزيائية حكينا كثيرة اللي هي مثل الشكل، مظهر خارجي، حجم، كتلة، لون لكن في الكتاب رح نحكي فقط عن الكتلة وعن الحجم رح نحكي فقط عن الكتلة وعن الحجم خلينا نبدأ في الكتلة تمام؟ خلينا نبدأ في الكتلة عرف الكتلة يا رابع هي مقدار المادة التي يحويها الجسم كمان مرة عرف الكتلة هي مقدار المادة التي يحويها الجسم كمان مرة عرف الكتلة هي مقدار المادة التي يحويها الجسم طبعاً هي من الخصائص الفيزيائية لمن؟ للمادة يعني مثلاً لما ماما تحكي لك روح لي على بياع الخضار ويجيب لي من عنده مثلاً 2 كيلو بندورة بتروح على بياع الخضار بتحبي كيس 2 كيلو بندورة هلأ الكيس هاد الكيس كم فيه؟ فيه 2 كيلو بندورة فيه 2 كيلو بندورة معناته هاي الكيس يعني هاي الكيس بيحتوي 2 كيلو إذن هو مقدار المادة التي يحويها الجسم تمام إذن هو مقدار المادة التي يحويها الجسم طبعا وحدات قياس الكتلة مهم نعرفهم يا رابع لكيلو جرام رمزها كي جي أو جرام جي سمول جي سمول تمام إذن وحدات قياس الكتلة وحدتان كيلو جرام كي جي أو جرام جي سمول طيب لقياس الكتلة هل إحنا عرفنا وحدات قياس الكتلة يعني مثلا حكينا لما منروح الى تبع الخضار نشتري خضار مثلا نشتري اثنين كيلو جرام كيلو جرام تمام طيب لقياس الكتلة بنستخدم ايش ثلاث ادوات لقياس الكتلة بنستعمل ثلاث ادوات اما ميزان ذو الكفتين او الميزان الالكتروني او الميزان المنزل هاي مع بعض الكتاب يا رابع خلينا نشوفهم هاي عندي هون هذول ادوات لقياس الكتلة عندي الميزان ذو الكفتين هايو كفتين عندي هون هون عندي الميزان الالكتروني او رقمي وعندي الميزان المنزليatherотقيينده يو القياس كتل الجسم للانسان طبعا في عندي هون سؤال اتحقق كمية من السكر كتلتها 5 كيلوغرام وضوحها في كيس ورقي نقلت الى ويعاء بلاستكي huhli عندك كيس ورقي في 15 كيلوغرام من السكر نقلتها على ويعاء بلاستكي فكم تكون كتلت السكر في الوعي 처� suddenly 5 كيلوغرام راح تكون نفس الشيء موجود في كيس رحتك حطيتها في ويعاء So I went to my PhD اكيد حتكون نفس الكتل طبعا هنا في عندي كمان سؤال بيحكيه لي ما الخصائص الفيزيائية للمادة حكي أنه عندي كتلة وحجم وفيه كمان أشياء اللي هي عندي شكل مظهر خارجي وعندي كمان إيش اللون لكن اللي ذكرناهم في الكتاب الكتلة والحجم اللي رح يشرح لي عنهم هيك إحنا منكون خلصنا إيش الكتلة وذكرنا يا رابع أن الكتلة هي مقدار المادة التي يحويها الجسم كمان مرأة الكتلة هي مقدار المادة التي يحويها الجسم مهم نعرف إيش وحدات قياس الكتلة كيلو قرام أو قرام والأدوات المستعملة لقياس هذه الكتلة تمام يا رابع؟ رابع خلينا نحكي هلأ عن مين؟ عن الحجم الحجم حكينا عن الكتلة أول خصصة أصل الفيزيائية للماد الكتلة هلأ رح نحكي عن الحجم عرف الحجم يا رابع هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم إذن كمان مرة عرف الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم رابع الميز بين الكتلة والحجم القتلة هي مقدار المادة التي يحويها الجسم أكبر دريل الكيس لما نعبيه مثلا 2 كيلو بندورة إذن كداش الكيس فيه 2 كيلو بندورة هاي كتلة أما الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم كمان مرة عرف الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم طبعا هلا خلينا نحسب كيف ممكن أقيس حجم المواد السائلة وكيف ممكن أقيس حجم المواد الصلبة إذن بدي أعرف في درسنا اليوم كيف أقيس حجم المواد السائلة وكيف دي أقيس حجم المواد الصلبة طبعاً المواد الصلبة ممكن تكون جسم منتظم وممكن يكون جسم إيش غير منتظم ممكن يكون عندي جسم صلب منتظم تمام يا رابع وممكن يكون عندي جسم صلب إيش جسم صلب غير منتظم رح نحكي عنها بالتفصيل خلينا نبلش في إيش قياس حجم المواد السائلة أول إشي الأدوات المستعملة لقياس حجم المواد السائلة اللي إيش جهة عندي أداتين إما مخبار مدرج أو الكأس المدرجة هاد عندي هون رسمة المخبار المدرج بالكأس المدرج نفس الشي بس بيجي ايش بيجي هكزي الكأس وبكون فيها هون زي اليد يا رابع بتكون مدرجة هيك مدرجة يعني ايش بارقام هاي عشرة عشرين تلاتين اذا لقياس حجم المواد السائلة بنستعمل اما مخبار مدرج هذا مخبار هذا مخبار مخبار مدرج يا رابع او كأس مدرج ايش يعني مدرجة يعني عليها ارقام طيب كيف ممكن انا اقيس حجم المواد السائلة شو منعمل مثلا أنا عندي علبة مي ماشي عندي علبة مي بدي أعرف كم حجم المي هاي السائلة شو منعمل بمسك العلب هاي وين بضحها بضحها في المخبار المدرج ولنفرض أنها وصلت عند الثلاثين هيك لهون وصلت عندي المي تمام إذن كم رح يكون حجم الماء رح يكون حجم الماء الموجود في هذه العلبة ايش ثلاثين لأنه وصل عند رقم ثلاثين لعند تدريج ثلاثين إذن كم رح يكون عندي حجم هذه الماء حيكون حجمها ثلاثين تمام؟ إذن من أدوات قياس حجم المواد السائلة إما مخبار المدرج أو الكأس المدرجة إثنتين نفس الاستعمال بجي مثلاً المي أو أي مادة سائلة أو زيت أو عصير أو أي مادة سائلة إيش بعمل بشي لها؟ وبديرها وين إما بالمخبار المدرج أو الكأس المدرج وبشوف لوين وصلت لعند أي ترقيم مثلاً وصلت عندي إلى 30 فرضاً كم رح يكون حجمها في هذه الحالة؟ في هذه الحالة هيكون حجمها 30 طب شو وحدة قياس حجم المواد السائلة؟ مهم نعرف يا رابع أن وحدة قياس حجم المواد السائلة إما ميلي لتر رمزها أم أل أو لتر أل إذن وحدة قياس حجم المواد السائلة إما ميلي لتر أم أل أو لتر أل تمام؟ طيب هيك منكون خلصنا قياس حجم المواد السائلة نيجي هذا لننقيس أياش؟ حجم المواد الصلبة لقياس حجم المواد الصلبة يا رابع عندي إما ممكن يكون عندي جسم صلب منتظم أو جسم صلب غير منتظم خلينا نفترض أنه أول شيء عندي جسم صلب منتظم لقياس حجم جسم صلب منتظم نستعمل قانون نستعمل إيش قانون هلأ مثلا خلينا نفترض أنه عندي هذا الجسم كان متوازي أضلع كان متوازي أضلع أو مكعب إيش بنعمل أول إشي بستعمل المتر بتعرفوا المتر يا رابع المتر اللي بقيس فيه أطوال بستعمل المتر بمسك المتوازي الأضلع بستعمل المتر عشان أشوف كم أبعاده يعني أشوف كم طوله كم عرضه كم ارتفاعه وعلى القانون بحكي حجم متوازي أضلع يساوي الطول في العرض في الارتفاع تمام رابع إذن لقياس حجم المواد الصلبة بدي أطلع هل هي جسم منتظم أم غير منتظم إذا كان جسم منتظم في قانون معين أما إذا كان غير منتظم هلأ رح نحكي عنه خلينا هلأ بالجسم المتظم بالجسم المتظم مثلا خلينا نفترض أنه جسم المتظم كان متوازي أضلع أو كان مكعب كيف بدي أقيس حجمه أول إشي لازم أعرف أبعاده إشي أبعاده أعرف كم طوله كم عرضه كم ارتفاعه طب كيف بدي أعرف هاي الأشياء باستعمال المتر بمسك المتر وبقيس طوله وعرضه وارتفاعه وعلى القانون بحكي حجم متوازي الله يساوي الطول في العرض في الارتفاع هلأ رح نأخذ مثال طبعا وحدات قياس حجم المواد الصلبة إما سنتيمتر مكعب اللي هي سي أم بكتب فوقها ثلاثة صغيرة يعني هاي تكعيب أو متر مكعب أم فوقها ثلاثة صغيرة تكعيب مهم نعرف الوحدات يا رابع إذن وحدات قياس حجم المواد الصلبة سنتيمتر مكعب سي أم فوقها ثلاثة صغيرة يعني مكعب تقرأ سنتيمتر مكعب أو متر مكعب أم فوقها ثلاثة أس يعني هذا يعتبر أس لثلاثة للصغيرة خلينا نأخذ عندي مثال مثال في الكتاب إيش بيحكي لي هذا المثال يا رابع بيحكي لي عندي صندوق صندوق يا رابع مكعب الشكل طول ظلعه كم؟ طول ظلعه 3 سانتي متر سي أم يعني سانتي متر احسب حجمه طيب احسب حجمه هل احنا بنعرف يا رابع ان المكعب ايش ما الأوجهه جميع وجوهه الستة هي عبارة عن مربعات والمربع بتميز بان طوله بساوي عرضه بساوي ارتفاعه طيب كيف دي عرف حجمه للمكعب هو عبارة عن مادة صلبة ايش مادة صلبة منتظمة مادة صلبة منتظمة اذا كيف بدي اقيس حجمها يا رابع اقيس حجمها من خلال قانون اذا الحل كونها هي مادة منتظمة اذا شو قانون حجم المكعب قانون حجم المكعب يساوي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع وكونه انا بحكي عن مكعب ان طوله وعرضه وارتفاعه بيكون متساوي فكم طوله 3 كم عرضه برضه 3 كم ارتفاعه 3 3 في 3 تسعة 9 في 3 27 سانتي متر وبكتف وقه ثلاثة صغيري يعني ايش مكعب تمام يا رابع اذا حجم المكعب يساوي حجم المكعب يا رابع يساوي الطول في العرض في الارتفاع وحكينا المكعب طوله يساوي عرضه ويساوي ارتفاعه فبضرب 3 في 3 في 3 بطلع معي 27 سانتي متر مكعب طيب هلا خلينا نيجي نحكي عن قياس حجم الاجسام غير المنتظم قياس حجم الاجسام غير المنتظم مثلا انا عندي مثلا جسم يعني مش منتظم ما بقدر استعمل قانون حتى اني احسب حجمه مثلا زي الحجر هاد هذا الحجر بدي اقيس حجمه كيف بدي اقيس حجمه اول اشي بنستعمل المخبار المدرج وبكون انا حاطة فيه مي لنسبة معينة مثلا انا عندي مخبار مدرج وحطيت فيه مي قداش 40 اذا حجم الماء ها حجم الماء قبل وضع الحجر كم يساوي كم يساوي يا رابع هيو 40 يساوي 40 طيب بعدين اشبع عمال باجي بمسك الحجر او هذه المادة الصلبة اللي بدي اقيس حجمها هون بحطها بحطها في المخبار المدرج لما حطها في المخبار المدرج هترتفع ايش نسبة ما يخلينا نفترض مثلا انه هون وصلت لعند مين وصلت لعند 50 هون عندك 10 20 30 40 وارتفعت لوين لعند 50 بعد وضع الحجر فيها بعد ما وضعت الحجر فيها يا رابع ها هي الحجر شايفينه بعد ما وضعت الحجر كم حجم الماء فيها حجم الماء بعد وضع الحجر كم صار كم صار يا رابع يساوي 50 اذا كم رح يكون حجم الحجر فحجم الحجر بحكي الحجم الحجر يا رابع يساوي حجم الماء بعد وضع الحجر ناقص حجم الماء قبل وضع الحجر وبطرح باجي بحكي كم حجمه بعد ما حطت في الحجر 50 ناقص كم حجمه قبل ما حطه 40 50 ناقص 40 بتطلع معاي 10 10acaks إذن بتطلع معاي 10 ملي لتر بطلع معاي 10 ملي لتر إذن لقياس حجم الأجسام غير منتظم ونستعمل مخبار مدرج بكون حاطة فيه سائل لنسبة معينة بكون عارفها قبل ما أحط فيه هذا الجسم الغير منتظم بكون عارف كم حجمه قبل ما أحط فيه هذا الجسم غير منتظم بعدها لما أحط فيه جسم المتظم برتفع عندي مستوى الماء لرقم معين وبطرح بطرح حجم الماء بعد وضع الحجر ناقص حجم الماء قبل وضع الحجر بتطلع معي عشرة مليليتر طبعا في عندي هون سؤال في الكتاب يحكي لي عن مفتاح وضع مفتاح في مخبار مدرج احتوي على 420 مليليتر من الماء أجدوا حجم المفتاح إذا ارتفع الماء في المخبار إلى 803 كيف بدي أطلع حجم المفتاح؟ باجي بحكي حجم المفتاح يا رابع حجم المفتاح يساوي حجم الماء بعد ما أحط فيه المفتاح كم كان؟ 803 ناقص مين حجم الماء قبل وضع المفتاح لـ 420 مطرح يلا 3 ناقص صفر 3 0 ناقص 2 لا يجد بيأسرف من الثمانية بيصير 7 هي بيصير 10 10 ناقص 2 تمانية و 7 ناقص 4 ثلاثة إذا بطلع حجم المفتاح 383 ملي لا هي مش ملي مفتاح تكون سانتي متر مكعب سانتي متر مكعب هون كمان عفوا هون حجم الحجر ما لحيكون ملي لحيكون سانتي متر مكعب سانتي متر مكعب يا رابع تمام سانتي متر مكعب تمام لأنه الملي هي لحجم المواد السائلة تمام يا رابع طيب خلينا نحل مراجعة الدرس مراجعة الدرس ما الخصاص الفيزيائية للمادة الكتلة والحجم طبعا عندي اللون عندي الشكل وغيرها بس اللذكرها في الكتاب الكتلة والحجم نيجي على السؤال الثاني المفاهيم والمصطلحة أضع المفهوم المناسب في الفراغ نقطة الأولى مقدار المادة التي يحتوي عليها الجسم هي الكتلة وصف لمظهر الجسم الخارجي كما أراه الشكل الشكل مقدار الحيز الذي يشغله الجسم الحجم طيب السؤال الثالث كيف أقس حجم المواد الصلبة؟ هلأ إذا كانت منتظمة عن القانون في قانون بستعمله إذا كانت غير منتظمة عن طريق مين؟ مخبار مدرج يا رابع إذا كانت غير منتظمة بيكون مخبار مدرج احسب حجم المكعب الحديد طور ظلعو عشرين حكينا حجم المكعب على القانون شو بحكي حجم المكعب؟ خلينا نحله هون يا رابع هون شو باجي بحكي على القانون؟ حجم المكعب يساوي حجم المكعب يساوي طول ضرب العرض ضرب الارتفاء واتفقنا أن المكعب جميع أطوال أطلعوا أجمالها متساوي يعطاني 20 سنتيمتر في باجة بحكي 20 في 20 في 20 وكم رح تساوي ثلاث أصفار بنزلهم يا رابع و2 في 2 أربعة إذن 8000 سنتيمتر مكعب إذن هاي إجابة سؤال رقم أربعة إجابة سؤال رقم أربعة طيب السؤال الخمسة بحكي لي هل كتلة خمسية أن كتابا ضعفة كتلة 25 كتابا ووضح إجابتي طبعا مش شرط ممكن الكتب يكون نفسهم كتلهم تكون مختلفة سؤال السادس ما بدنا إياه يا رابع لهم نكون هنا درسنا ويعطيكم ألف عافية